هاي هاي حلوين والنهاردة هنعمل مع بعض شربة لسان عصفور بالخضار يعني صايمين ومحترين مش عارفين تاكلوا ايه شبعتوا من القلي والتحمير او زين تاكلوا حاجة هلسي يلا بينا نعمل شربة اللسان عصفور بالخضار طريقة سهلة وبسيطة جدا واتكلي احلى لسان عصفور بالخضار يلا بينا نبتدي نجيب حلقة او كسرولة ونحطها على البتجاز على نار متوسط نحط فيها ثلاث معالق زيت زتون لما زيت بتاعنا يسخن نروح حطين نص كوباية اللسان عصفور انا حطيت هنا الكيس تقريبا في حدود 400 جرام نحمره خلو جدا لغاية ما ياخد اللون الجلدي الجميل اللي انتوا شايفينه ده بالزبط بعد كده هنروح ضايفين عليه الخضار بتاعنا اي نوع خضار موجود عندك ينفع في الوصفة دي بس يفضل ان هو يكون مسلج اللي هو الفروزن لانه كله بيكون بيستوي في نفس الوقت لو جبتي الفرش بيختلف في وقت السوا بتاعه يستحسن لما تختاري هي الخضار الفرش يكون كله بيستوي في نفس الوقت انا هنا جبت الفروزن حطيته مع اللسان عصفور اللي بتوم كلهم مع بعض الخضار مشكل بتاعي كانوا 250 جرام كانوا عبارة عن بسلة وجزر ودورة وفاصولة وهو ده الخضار اللي بيكون مع شربة اللسان عصفور بعد كده روح تحطيت كوبايتين كبار مية مغليين من الكاتل على طول وبعدين روح تضفت التوابل بتاعتي وهي توابل بسيطة جدا وورا عن معلقة كبيرة ملح مكعب شربة خضار او معلقة شربة خضار نص معلقة بودرة بصل ونص معلقة بودرة توم اللي بتوم كلهم مع بعض وغطيت الحلة بتاعتي لغاية ما الخضار واللسان عصفور يستوي هياخدوا في سواهم تقريبا في حدود 25 ديئة اللي سان عصفور بتاعنا استوي بالزبط بعد 25 ديئة كده شربته خلو جدا وطعمه مزبوط قوي لو انت حبه ان الشربة بتاعتك تكون زيادة شوية ممكن تزاودي نص كباية مية وتزاودي التاول بتاعتك لان فيه ناس بتحبه مع شربة كتير وفيه ناس بتحبه الشربة بتاعتك تكون الليلة برضو ممكن تضيفي عليه نص عصرة لمونة وهو بيستوي انا بفضل ان اسيب اللمون من برا فيه ناس بتحب اللمون يكون معصورة على السان عصفور وفيه ناس بتفضل ان اللمون يكون من برا هو ده اللي سان عصفور بتاعنا كده اللسان عصفور بالخضار بتاعنا جاهز على التقديم نقدمه بقى مع شرايخ اللمون يبقى سخن مش عاوز اقولك قد ايه طعمه مميز جدا يعني صايمين ومحترين مش عارفين تاكلوا ايه شبعتم التحمير والقل جربي اللسان عصفور بالخضار اكلة سهلة وبسيطة وسريعة خدت بالزبط في تحضيرها 25 دقيقة واكلة هلسي جدا جربيها وليدي ايه رأيك وشوفت مرة تاني محاك جديدة ويلا باي اشتركوا في القناة